حاجة مش هلوة وحاجة مش محبوبة يعني مش موجودة لأ في ناس بتموجود عندها ويقول لك لأ مش اهم الحاجة دي لكن هو مصح وانا برسوا السلام نها عن الحاجة دي يعني ما بيحصلش معاكم وكفر انك فعلا كذا مرة يتكرر عليك ان بتشوف شخص معين أو حاجة معينة فاليوم بتاعك بتقفل في الحتة ديت وتبقى عارف انه وتقفل لأ وبيحصل حاجات وبصوتها بس برضو عمر مش اهمت منها لان كل حاجة بقدر ربنا وكذا انت راضي بالقضاء والقدر طبعا الحمد لله يعني اليومين اللي فاته حصل لكتير محلي تشمع فيه مشاكل كده حصلتلي في أسبوع واحد سيبردو بقول الحمد لله وربنا بيحلها من حتة تانية يعني التشاقم عندك مش في حياتك لا طبعا دقا تقولي الاشخاص اللي بي دايما نتشاقموا اللي هم بيشوفوا اشخاص يومهم بيتقفل بيشوفوا موقف معين يقول خلاص حادث معين يقول لك لأنا يوم كده خلاص باز والله انا بيعتبرها بالناس دي يعني اما يعني عندهم العلم قليل شوي يعني او العاقضة في ربنا وفي الدين يعني يمكن مش جرسة قربهم من ربنا بالضبط كده انت لو قربت من ربنا وحطت ربنا قدام عينيك هتلاقي كل حاجة الحمد لله كويسة ومشي تمام زي الفوال تشاوم اصلا شيء منش من الدين اصلا بتاعنا خالص ما بتتشاومش الدين الاسلامي بيديك نظرة للتفاول نظرة للحياة نظرة للمستقبل لكن انت بالنسبة لك التشاوم ده شيء اصلا مش مستحب التشاوم دوت انت فيه ناس كده فيه ناس كده بس انت بالنسبة لك مش حاجة مستحبة وبعدين هو لو قرب من ربنا قرب من الدين مش فكر في كده ربنا يقول لك ايه وتحسبوه شر لكم و ايه و اخير لكم تمام يعني فيه ناس فعلا بيحصل معاها ان يقول لك لا بنابلت فلان دوت يا لهوي يومي مش هينفع هو ده شيء ده شيف عندنا احنا اعتبر عادة التشاوم ده بس هو حاجة شيء مش مش كويس ما بيأسرش على شخصيت او نفسية الشخص نفسه اللي بتشاهم ده لا والانسان شخصيته قوية ما معتقدش ان هو يأثر عليه ولا ورايب من الدين ورايب من ربنا ما معتقدش ان هو يأثر فيه لا مفيش حاجة اسمها تشاهم ده احنا بننزله وكل زينا على الله نتشاهم ليه يعني عمر حصل مع حضرتك موقفة انك انت تشاهمت من حاجة معينة لا 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 قفلت منها لا 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 خالص خالص طب ايه رأي حضرتك في الناس اللي تتشاهم اللي هي بيحصل معاها موقف ويتكرر فخلاص هو حتى دوت فعقدته وفتفكيره ان دوت خلاص ده بيتعادة ويوموا تقفلوا باز لا راجل غير مؤمن بس مش مفيش امام بالله عنده يعني التشاهم دوت حاجة بتنتج من عدم عدم قربة من ربنا تعاليم برضو كده وبتاع مستوى العلمي كده لكن التشاهم مش موجود في حيات حضرتك لا طبعا الحمد لله بنذكرك جدا لا تحتعمل حدا شرف